كم يغتروا أناس بأموالهم وآخرون يتكبرون بجاههم ويتعظمون بسلطانهم وإنما العظمة حقا لله العظيم فهو ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه فكل شيء في الوجود دونه وهو الذي جل عن حدود العقول فلا تتصور الإحاطة بحقيقته قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وهو العظيم الذي تخشع لعظمته القلوب والأبدان والأرواح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع في صلاته قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين والسماوات والأرض تكاد تتشقق من خشيته وتعظيمه قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وقد توعد الله بالعذاب من نازعه في عظمته قال تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار فمن عرف عظمة الله عظم شعائره وهي أعلام الدين الظاهرة فأتى بها ولم يخل بشيء منها قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن عرف عظمة الله عظم نهيه فاجتنبه قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل ومن عرف عظمة الله لجأ إليه في الشدة والرخاء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب ويقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلا الله اشتركوا في القناة وعيتها وقالوا اشتركوا في القناة ويقافها يابقا